اشتركوا في القناة في الحلقة اعلان مهم لمتابعيننا يوم الاثنين هذا ما راح يكون فيه بث على اليوناو عجلناه تلبية لرغباتكم الى يوم الجمعة خلاص بثنا بيكون ثابت كل يوم جمعة ساعة ثمانية ونص باذن الله الا اذا كان عندنا مثلا حفلة مناسبة شيء له علاقة ان احنا ناجل عن يوم الجمعة الى يوم الاثنين بنبلغكم كيف نبلغكم اذا فيه وقت قبل بنبلغكم في الحلقات بنبلغكم لكن يجينا الوقت يعني يوم الاثنين على طول فتابعونا على السناب واستغرامات وشوفوها قداما انا وماجد و اي اي شو لي ماسكي ابراهيم بنبلغكم بكل شيء تابعونا عليها مهم بدأت الحلقة بتقديم شخصية غريبة وقال اسمها كيوشي هيكاوا كيوشي هيكاوا مش احد شخصيات دراجون بول هذا اسلوب ونامط كان يستخدم من قبل في الانميات الكلاسيكية وكان يعجبني اي حلقة فيها ميزة اما كوميدية ميزة خارقة شيء قوي بيطلع او شيء بيحمس كبه يجيب لك شخصية مشوهة من اليابان تلبس نفس كاستوم لشخصيات الانمي وتنسم بشكل شخصية من شخصيات الانمي وتقدم لك الحلقة وقول لك يالله هذا حلقة جديدة خلونا نبدأ كيوشي هيكاوا هو مغني انكا من اليابان نمط الانكا شنو نمط الانكا عشان نختصر نفس النمط اللي كان يريد يتعلمه ويتدرب عليه كيلر بي في نارتو هذا غناء الانكا لما عندها ذاك اللي عندها سنجاب وصاطور كبير على شجار وقال هذا اشه مغني انكا كيوشي هيكاوا هو اسطورة الانكا فعلا في اليابان وخلوه يقدم لك هالحلقة عشان التحميس دوغنبول يبغى يبدأ دائما حلقاته بتحميس هذا المستغرب منه لا تحتاج الى ذلك حلقاتك تشد لكن قد تكون سياسة ونمط جديدة بطبق الاستوديو انه يحط لك في بداية الحلقة شيء يمسكك الى النهاية الحلقة يعني زي الحلقات اللي قبل ما رجبه لك سوبر سيان 3 الحلقة اللي فاتت جاب لك السوبر سيان رد هنا ما حرب يحرق اقوى مفاجأة بيطلعها فخلك يوشي هيكاوا يطلع عشان يشدك وشكرا لكم انكم سويتوا هالشي حتى لو انكم دفعتوا فلوس ادي دفعتوا فلوس ونقيتها وكاش يا ولدي كاش عشان تخلونا يطلع بهالطريقة ولا تحقون علي المفاجأة الرهيبة تبدأ الحلقة باستمرار تفقيع كيف لا لوجه قوكو وقوكو فطور سوبر سيان رد لكن كيف لا اجابته وهالحلقة اثبتت ايضا نظرتي لسوبر سيان رد انه اقوى من بلو كانت غلط بلو اقوى لكن لما مسحوا بوجه قوكو البلاط كاليف الحالها من قبل كالي الحالها من قبل مسحوا بوجه قوكو البلاط بعدين من يسوي بلو مسحوا بالبلاط هنا قوكو شرحها انه ما يبغى يحرق كامل قدراته وكامل طاقته لانه لما تواسه فجر زيادة بس خلونا نمشي حب حب عشان لا نحرق احداث الحلقة فكيف لكانت بدل التحول شاق الوجه حق قوكو مما اعطيته اي فرصة يسوي شيء تفوقت عليه هنا صار كلما انا قلت الحلقة اللي فاتت والكلمة اعترض معاي فيها لما قلت ان البترة كانت غش ومخالفة للقوانين ومخالفة للقوانين قالوا لا مبغش وهذا منطقي انت متحامل طيب حبايبي هنا لما بيرس قال حكو شامبا قال انا ما بغى استخدم البترة لانه هذا الغش اللي انت تسويه تشامبا وهذا ما تسويه بيخليك تستبعد قال شامبا لا مبغش قال بيرس الا غش قال شامبا بسوي لي ابيه ما لك شغل هنا دخل زينو قال صجد ليش نستبعد البترة ابيها قال دايشن كان سنسمح باستخدام البترة يعني كان غش بس لانه زينو بزر ابيها كيف انا بزر وابيها عجبتني عاجبني القي طالبها حلو قال دايشن كان ولا يهمك بابا ولا يهمك ابشر اسمحوا فيها لا يزعل طويل العمر مشوها طويل العمر لا يزعل قلت لكم هي كانت غش ومشاها فقط لانه بزر يبيها قلتوا لا الحين تبدوها في الحلقة يز 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 ما نقطع الصوت ولا شيء بس انا خبت على اذانكم تدون انا اجزويت من داخلك كيف لا قامت تجد في جوكو من قوة الجلد مسكتها بحركة المصارع سيزارو اللي حطت رجل هنا رجل هنا وقامت تلف بها المروحة اقدم حركة المصارعة هذه اقدم بس انا عارف انك مم قلد سيزارو يا كاتب دراجون بول لانها من اقدم حركة المصارع والفنون القتالية وانت جايبها كحركة فنون القتالية لا احد يقولنا انا قلت ان اقلت بس انا اقول لك عشان اذكركم بها لفت 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 في مروحة 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 وين وين اقدم حصاها هاذي لا 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 هاذي لا 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 هاذي ايوه هاذي وجلده فيها ما فيه مسحت فيه الارض وقوكو كان يبي يقاتلها فعلا بشراسه وضراوه لكن ما يبغي يحرك طاقته ايضا لازالت مبعيه الخصم اللي يستحق اني خاطر بحرك طاقتي عندي ناس وحوش ابي اتصدى لهم فيجيتا من الجهه الاخرى يبي يساعد جوكو موه بعارف توبه يقول لي خلك معاي اذا تبي تساعد جوكو ما عندي مانع تعال بجلدك بمسحبك الارض وبطلعك برا وتفرج من برا وهذه كلمة حقيقية يا فيجيتا خايف على جوكو خايف على الكون تخلص من اللي عندك بعدين راح ما لك شغل الا اذا انك خايف ان لو طلع جوكو انت منت بقد النزال مع الجيل انو شاكو في قدراتك او انك فعلا متحمس في كل الحالتين كم القتال وكرح مو بتا قاعد تتوي هالحركات ولا زي ما قال لك توبه اطلع وتابع من برا نوجه الى البوترة والاندماج لما سامح حزينه فيها قاموا كل حكام الدمار يعني اول شي بيروس قال عطوني اياه اللي هو الكون السابع عطوني البوترة من خلي يندمج قاموا 17-18 قال الكون من جدكم لا 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 طبعا ليش لان المفروض بالبوترة ما تقدر تتفكك الاندماج ابدي وهذا اللي صار في حدث مجنبو ممكن تصير تغيرات تفكك يعني انفكت من قبل بسبب ان في جيت ترغبتها هي اللي رفضت انها يتم داخل جوكو حامة كابدة زي ما يقول حامة كابدة ان يتم داخلك فرغبتها العالية وعدم توافق الطاقات خلتها تنكسر لكن لو توافقت توافقت خلاص روحت عيق زي ما صار للكيوشن واللي ما دي شوان حتى مفكت نسيت شوان مفكت اندماجه مع الحارس حقه فكن خايف لا لا المدام يا جماعة المدام انا شي احملكون ما بتحبوني من المدام شنو المدام واخوها مع بعض ما اقدر صاحبة وتدخل حياتي اشتابي؟ انا اكلم زوجيتي اشتابي انت انا داخلها طيب لو سمحت ارقد شوي عندي كلمة راس مع اختك عندي كلمة راس مع اختك حدية تواجه ما يقول لا والله او حبيبي كده اقول لا والله او حبيبي لو سمحت الله محمد امك ارقد ارقد ما اقدر ارقد احنا في عقل كورنا قاعد يعيش هالموقف في خياله مو مستعمل فهذا بالنسبة لكم بيروس فقال لهم الملاك اللي هويس قبل اتفكرون منه الالسب والافضل فاكوا في نقطة واحدة احنا متفوقين على كل الاكوان بعدد المحاربين فاذا دمجتوا اثنين بيقلون المحاربين هذا واحد واذا اطلعوا ارحنا فيها خسرنا اثنين في كل الحالات قال بيروس سجنها بتعطيني قوة لكن بتخسرني عدد وانا ميزيتي الحين العدد ففعلا تفكير عقلاني ومنطقي منهم وهذا حرص صراحة من ويس يعني كان يبدي يضحك زي الملائكة الانجل او الثانين الحراسي يعني اللي زيه ويمشيها بس انه لا انتبهوا لا تودون نفداهي انتم بتدمرون انا قاعد بس انا حريص عليكم فنجي للكون اللي عليه شكل قالوا احنا ما نحتاج نستخدم البترة وما نحتاج نشرح لكم صح؟ قالوا صح وجه الكون اللي بعده قال برضو احنا ما نحتاج نستخدم البترة وما نحتاج نشرح لكم احنا في خير واحد مخادع جدا واحد عنده تقنيات عالية جدا واحد منهم من الاساس ناقصين واحد ففي شيء يعني ها زي ما قلت لكم اكيد الكون الرابع اللي ناقص منه هو مندمج جاي مندمج وعندهم تقنيات الاندماج رحنا الكون اللي تبيز حق كيلو باترة وقالت خل ندمج قلت اقول لا 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 ارجوك دمج اللي تبين الا البقارة الا البقارة لا لا تدمجين البقارة لا تفكرين فيها بريان لا دمج اللي تبينها الا بريان ارجوك 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 فقال لي اما ندمج فلان وفلان قلت هنتوني ارجوك هنتوني ارجوك اخيرا اختاروا غيروا البقارة فعطوهم لقاطوا ما استفادوا منهم ما استفادوا يعني على شونا ما استفادوا الشيء فنوجع للقتال اللي صاد واجابوا لك الاندرويد أنا دائما أغلط فيها هي 17 أو 18 البنت الأندرويد البنت قاعدت تعالج وجلها لأنها جاءتها إصابة فجهها هذا مسخرت الحلبة اللي كان يمسخر فريزة فوق وفريزة عطاها أشكل ما نزل لها سوى لها فريزة عشان ينزل تحت بأدي فنزل لها وقال راضح أنك مصابة قالت لا أنا مو مصابة سأبيعطيك أفضلية أولا عشان تورين إيش عندك المشكلة أن الجبية اللي كموجهها وهي متواطن مضعفة التحرك ورجلها تقلمها سايبرج ورجلها تقلمها الظهر الـ IC عندك IC أو شريحة الـ Chipset اللي برجلك تعورت فعشان كده ما قدرت التحركين فمسك وخوها يده وقال لها أنك تضرب سيدة على وجهها غلط ما في احترام قال له هذه معركة وما فيها مجال للعدل كل شيء مسموح قال أوكي كل شيء مسموح أجل الخذ خلاص كل شيء مسموح أتدخل في قتال شخصي أنت اللي قلت معركة تنجع كل شيء مسموح صح؟ خذ بقسة اي حبيبي أختي هذه أختي عرفت أشكر الخايف أحرفته قال له أنا أطلبت منك تدخل قال أدي أنا كنت ماء شفت الموقوف وتدخلت كيف يالله مع السلامة كيفش كملي القتالش ورحنا هذا كله كان لفه دوران عشان يوخرون الحماس اللي داخليه لقتال جوكو وكيفلا لكن مو بهذا اللي كان بيوخر رجعنا لقتال جوكو وكيفلا جوكو أطلق طاقتها بعد ما فقعت وجهها كيف لو أطلق سبا سايان بلو فقال شامبا لا تخافون لا تخافون ما استعطى طاقتها كاملة من قتاله مع جيمين والفادوس قل له لا تراهن بهذا الشيء كيف لا تحولت سبا سايان أيضا أطلقت قوتها وبدأ القتال هنا وكان قتال ندي أنا استغربت يعني أخب بيتكم أقوى ما عندكم أنت سبا سايان أوسطوري وانت سبا سايان 2 ما بعد حتا سايان 3 وقدرين من دماجكم تنفسون مع بلو يخرب بيته وكلما تزيد قواتها كلما تزيد قواتها الحلبة صارت حماس الكل أنظار عليهم لدرجة زينو زينو كان يقول مثلا قال لي اليمين غوكو قال ثاني ايه والله غوكو قال لي صار مثلا جيرين قال لي بعدها جيرين هلما قال أولي غوكو الثاني قال لا كيف لا شوف لأي درجة الحماس قاعد يفرق اثنين عبارة عن كيان واحد من قوة حماس المباراة اللي قاعدة تصير وهم طبعا قاعدين يعيشوننا حماس عشان يطيلون في الحدث أكثر لكن هذا حماس يستحق وهذا شيء مهم لصافة آخر الحلقة أثبت لي أن الموضوع ما كان تطويل ولا تمطيط لا حماس يستحق لبناء شيء جبار فالبوكس اللي قايم لدرجة النزين واثنين هم مش قادرين يتفقون منه الأفضل ما بينهم طبعا نحن نتكلم عن اندماج اندماج شخصيتين بالقوة بالسيان واحد منهم سيان أسطوري يعني لا تقزون أنه والله كلفة سبا سيان 2 وتنسون أنه كيلي عنده سبا سيان أسطوري وقال عنه في جيتا من البداية احذر يا جوكو قد يكون هذا هو السيان الحقيقي اللي توردت عليه الأساطير يعني مو بالسيان ولا البلو ولا رد قد يكون هذا السيان الحقيقي توردت عليه الأساطير فأحذر يا جوكو وأيضا جيمين اهتم فيها والكل اهتم فيها كيلي ومندمجة مع واحد عندها سبا سيان 2 فأكيد يعني ها في ندية فقوكو يوفع منطاقته ويتوفع منطاقتها ومع ذلك ما في فايدة البوكس واصل على أوجه فتكسير حولهم الصخور اللي حول جيمين بدأت تتحرك أكثر جيمين بدأت تتحرك عيوني يعني كأنها في شي يستحق أن يفتح عيوني ففيه ما بين أكثر شي غبني لما أطلقت هي الطرقة الأولى واحد جهته فريزا فريزا وخر عنها قال قتال سيان ها هذا قتال يستحق المتابعة قتال يستحق المشاهد هو يكره قتال السيان واحد عجبتني الصورة اللي يواصلها لما قال فريزا أني أشوف 2 سيان ها يجين تقتلون شي ممتع قال يشوف 2 قودي تقتلون في المشاهدة نظرة ها على فكرة سيان قود فعلا لا تروحش وقود فما بي أمدع فريزا على كلمتها فهنا الحقير غبني زيادة لما قال قتال مثير ها المارة سأشاهده بعيني قتال مثير سأشاهده هذه المارة بعيني واقف 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 طول الحال كيف تتشاهد القتال بذلك بذلك يعني شي الجديد شي الأعضار خاص بأشاهده وإن لها قاعدة راقبة أشوفها بأمي عيني أوكي لكن سأشاهدها هذه المارة بعيني معيني الواحد يقول ها المارة أشوفها بعيني أوكي لأنك قاعد تشوفها أول مارة لكن طول القتال مستمتع لما وصل دروته الحين أشوفها بعيني ليش لأن كنت تطالع بكوعك بأبطك بالزرق اللي هنا شكنت تطالع فيه تستدنغنت لا يا سلاف ها المارة أشوفها بعيني يخرب ببيت التكليشة ما تمشي يا فريزا أنا أعتقد أنك كنت تشوفها بذلك فعلا لأن الحقارة اللي كنت عندك تصرف بها مع أن أنا كنت تقيم الموقف بذلك الحين توقت تتقيم بعينك حشان كذا قررت أنك ما تتدخل من المشاهد اللي لفوا فيها أيضا قتال قوهان وبيكولو مع النمك النمك حقيني الكون السادس اللي هو كون تشامبا واللي قلت لكم أنهم قطن أو كنهم كيوي أو كنهم طحالب ليجا أن الكاتب ناسيهم من زمان توا يطلوهم حتى يجبهم في حل بطل أكوان القتال نساهم توا يطلوهم في شيء يعلق عليه عن نمك أنا أحب قوتكم هذه إنه لما تنقصر اليد تطلع مرة ثانية بس صراحة كون أنه عندهم هالقدرة ما معنى أنكم تبلغون قوهان يدوس على يد واحد فيهم تنقطع لأنه نداس عليها أدينا كتابة الساعدة أنا نامك يدي ترجع أوكي خلي يحط طاقة في يد ويطلق خلي يطلق عليها كامي هامي هامي ها وترجع لا والله جيت عندي يدك ودستي خبيتك بلونة أم نصهي يا رجل لو كرة أم عشرة المعروفة عندنا هذي والله لو انشوتها يا رجل في الاجدار أشوت أبوها في الاجدار من قوة الشوتا ترجعت خبز وجهي تخليه كأنه خبزة تميس بدون شيرة ما تنفجر وانت يجي تدوس يد نمك تقصها سنة مات يا منفرش خشمي من الكورة اللي أشوتها في الاجدارة بيها تنفجر وترجع تفرش في هالخشم وانت حتى أم خمسة منفجرت في الاجدارة يا جماعة ترجع داس على يد قطاعها تأدي أنك تستعرض بس مو بهذه الطريقة وبيكوا يقول عندكم نفس القدرة إيه يا حبيبي من نفس الكون من نفس الكوكا بس كون ثاني يعني كأني جبت أنا فولدر على البيسي سويت لك كبي باست نسخ لسق يجيك واحد يستدلخ يقول صدق محمد والصورة اللي في الفولدر نفسها موجودة في الفولدر إيه نفسها نسخة اشتستدلخنت فقلت أوكي ما علي ما علي خلوا بيقولوا فيه يستدلخ حماس الحلقة أوكي أنا قابل أن يوخرني عن قوكو يجيبني عند النمك لأن أنا عاشق لأسطورة النمك وعاشق للأساطير اللي تطلع في دوغنبول بناء على كتب النمك يمكن شوف تقنية جديدة تفيد بكله قال لا أرجع ما ثاني على قوكو قلت أوكي أرجع على قوكو معا لي قوكو وبلو وهذه سوبا سيان و الجلد فقرر قوكو ورهي يعني هم يفعون طاقتهم جدا طاقتهم وقتال يا رجل كانت تطلق في البداية طلقة واحدة وقوكو يردها فبدأ تطلق طلقتين ورن ايش عندك يعني قاعد ترفع مجال قوتها فقرر قوكو هنا أن يردها بكامي هامي ها مع أنه مدمار المساحة دمار الحلبة الكل يقول من الحلبة بتتدمى الحلبة راح تزحزح من القتال والجبروت اللي قاعد يصير فقوكو أردها بكامي هامي ها وكأن قضى عليها فعلا نسيت وقضى عليها من قبل أعطاها ضربة وخبازها ليش أنا قوكو استخدم نمط الكيوكن أيضا مو بس بلو إياها استخدم الكيوكن وطلعت الهالة الحمر على هالة الزرقة فقال حتى بيروس قال غبي تستخدم الكيوكن طاقتك مرجعت كامل أنت في مصيبة وإحنا في مصيبة لا تتهور لها الدرجة لازم توجه لها ضربة واحدة قوكو وجه لها هو ضربة عغمي عليها وقامت وكملت القتال شامبا قاعد يقول لها أنت استخدمت البترة يعني أنت استخدمت يعني حتى لو فازح تتعرف شو تسوي مع الجيمين إذا قوكو بلبلو الحالة سوى فيها كده شو تسوي من أنتو مع الجيمين هذا المفروض تتفكز فيه ثاني شي لا تنسى أنها سوت الأهم لكن قصفتك يا تشامبا قصفتك 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 ثاني شو أنها سوء شي بنت حلوة وقوية تلتفت عليك مهما كانت مكانتك يقول لك كل تبني الدب خلاص والله يا تشامبا لو تجيب لها بنت لي وتصير خروف عندها دم المزل تبتت عليك قطت لك كل تبني الدب قطت على أمالك قطوا دب واحتقتك بنت راحت عليك خلاص حتى لو تصير خروف وترضيها ما راح تنمسح من تاريخك أن بنت أضعف منك وأقل منك مكانه قالت لك كل تبني الدب حتى لو قالت بعدين أنها تويتم هكرا ونمسحت ما راح تبجي خلاص قصفت تم قصر الجبهة بنجاح ما أبغى شيء ثاني يصير الشامبا مع السلامة خلاص مع السلامة خلنا نجعل القتال خلنا نجعل القتال فقوكو الآن عندها الكيوكن وقعد يزيد 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 وبقي لها ضربة واحدة يقول لها بيوس ضربة واحدة وقضي عليها انتهى الموروع فقوكو رد عليها الطلقتين بالكامي هامي هاو أكثر من طلقة خلاص المفروض أنها انتهت هنا لكنها اختفت بكل ذكاء وجهت لضربة على القبتة وأغمي عليه خلاص طاح فق التحول يفترض انها انتصرت هي قالت انا بي أحمس قالت كلمة المفروضة يقولها كل السيان قالت القتال معك يحمس وأبي أطولها لكن عندنا وقت وعندنا حلبة هذا اللي مفروض هذا اللي مفروض تتعونا يا السيان هذا اللي مفروض تعملونه لا والله خل هذه عايشة خل هذا بدربة هل هذا بدربة ليش أبيه يصير قوي أبيه يجعي قتلني لا يا حبيبي يعني هذه واحدة مشاردة واحدة رعية عصبات واحدة تحب القتال والقوة مع ذلك ما تبغى تطوّر الموضوع فيه حلبه على وشك آآ تدمى فيه كون على وشك يومحهم ما ينفضياتلك فيه ناس أقوى منك قدام أكيد بيقون ما تتعامل مع الشخص كأنه هو أقوى واحد بجيءه في كثرة حياته لا غيارت الموضوع فهذا اللي كانت مفضل تسوي قوكو قوكو هينه قام من قام ما أنا عرارت ليش ليش جاب المغني وليش التطوير؟ من قاما عروت السالفة؟ اطلعت الهالة الرصاصية حولة يا رجل اطلقت عني طرقاتها تشين 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 صارت اهلا عندي من كامي هامي ها هذه سواها مع جيمة وحين سواها معها تشين 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 ولتها يلا وخر 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 يا حبيبي لاتكلمني خلاص هذه مصير الشعار حقنا لاجيت حق واحد مهما يقول ما تبي تهتم لا كده قولها يا حبيبي لاتكلمني وخر 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 بعدين قلت لا هذه الأولى مصادفة اطلق الثانية اطلق هذه الثانية يلا ها شا عندك شا عندك وتشتغل الغريزة الفائقة مارا ثلاني وقالوها فعلا الغريزة الفائقة الأعلى قال الكل استغرب من بينهم ويز كيف اشتغلت مارا ثاني وهذا اشتغلت مارا ثاني ويمدين نحللها ونشوفها ونشوفها الفعلا يمتلكها ولا لا بيوس في البداية غضب بعدين تحمس لماذا بيوس يبغى يشوف السبا سيان ونشوفها قدامها ولكن لماذا بيوس لا يريد يظهر قدامهم يمكننا خايف انهم يمنعونها من قتاله بعدين يمكن خايف انهم يمنعونها من تدميره بعدين لماذا بيوس خايف فقوكو اشعل غريزة الفائقة والكل شافها يلا وريني لكن للأسف انتهت الحلقة للأسف لأسبوع الجاي لأسبوع الجاي دماش عامل لأسبوع الجاي دماش عامل بدأت انفض بدأت انفض يا رجل وجدني أني نسيت علاق حتى ان فيجيتا تخلص من تب ومعاش فيجيتا تخلص مننا بعدين بعدين نتكلم عنك السبوع الجاي السبوع الجاي فيجيتا في النهاية قل مجدد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله لأنت أستغفى وكتوب إليك لا تنسوا اللايك السبسكرايب والشير ويا رب حفظ بلدنا وحكامنا على خير شفكو موسيقى اشتركوا في القناة